النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس التاني في حساب المثلثات اسمه حل المعادلات المثلثية احنا خدنا الاسم دي قبل كده ايه في درس الزوال المنتسبة في الترمي الاول درس الزوال المنتسبة دي يا جماعة تقريبا هو المنحك بتاع حساب المثلثات في الترمي الاول كان كل حاجة فيه زوال المنتسبة وحل المعادلات المثلثية وحل المعادلات باستخدام رسم المثلث او انا بقول عليها كده في حاجات كتير جدا احنا وقدم منها حل المعادلات المسلسية طب انت تيجي تسأليه تقولي طب فكرني كده بسؤال اقولك تباهم اوجد مجموعة الحل حيث سيتا تقع ما بين صفر واثنين بايا وديك السؤال ده اثنين جا سيتا زائد واحد يساوي صفر دي السؤال اللي انا مدعلك دي المسعدلة اسمع معادلة مسلسية لان فيها جا أو جتا أو زا أو قا أو قطا أو زا طيبقا دي اسمع معادلة مسلسية خطوات الحل يا جماعة انا عامل خطوات دي واقيلها من الترمي الاول وبنعدتها عليها تاني مثلا خطوات حل المعادلة المسلسية اول حاجة لازم تجيبيه للجا أو الجتا أو الزاقم طب افرد يا مستر انت ديتني قا لازم تحاولها للجتا وتعمل معكوس ضرب للعدل افرد الدت هالي قا تحاولها للجتا وتعمل معكوس ضرب للعدل افرد الدت هالي قطع حاولها للجا واعمل معكوس ضرب للعدل كده جبناهم التلاتة واحدة منهم هتبقى معانا ايه اللي يحصل بقا تعالوا نشوف اول خطو الاشارة بتحدد الربح الاشارة تحدد الربح مش فهم يعني ايه اقولك يعني احنا في الترمي الاول قلنا ان المستوى الاحداث سيتقسم لاربعة تربح هنا يا جماعة الكل موجب هنا الجا موجبة هنا الزام موجبة هنا الجتا موجبة كل جبار ظالم جتا يبقى الاشارة تحدد الربح تاني خطوة بصو الخطوة اللي جاية اهمال الاشارة الاشارة دي ولا كأنها لها لازم رقم تلاتة نوجد زوية الربح الاول الربح الاول رقم اربعة واخر خطوة نشتغل بالاربع زي ما موجوده نوجد باقي الزواية نوجد باقي الزواية للاربع طب هنجب باقي الزواية ازاي بالقاعدة دي معلش اخر معلومة هي دي لو في الربح الاول يبقى سيتا في الربح التاني 180 نقص سيتا في الربح التالت 180 زياد سيتا في الربح الرابع 360 نقص سيتا تعالوا انحقق الكلام دي على المسألة دي اتنين جا سيتا زياد واحد بيساو سف هودي الواحد هناك بعكس الاشارة يبقى سالب واحد اقسم على الاتنين يبقى جا سيتا بيساوي سالب نص الجاية جماعة سالبة فيه والله يا مستر انا مش عارفة سالبة فيه انا عارفة موجب في الاول والتان طب ما سالبة يبقى في التالت والربح تمام ادي سالبة في التالت والربح الغلطة يا جماعة انا من وجهة نظر اللي يعمل شفت صين سالب نص يبقى بنسبة كبيرة هو ما فيه مش ايه اللي معنا كلمة حل المعادلة في الترمي الاول اللي يعمل شفت صين سالب نص بش حاجة اسمها سالب نص دي السالب اشارته بتحدد الربح فقط اهمال الاشارة ولا كأنها موجودة واعمل شفت صين ونص يساوي تطلع الزاوية بتلاتين لو مستر دي بتاع الربح الاول انت جبتها ليه مهي معاك الثلاث والرابح اقولك ما انا جبتها عشان اعوض بها هنا اعوض هنا انا معايا الربح الثلاث ايه مية وتمانين زائد سيتا يبقى مية وتمانين زائد تلاتين ميتين وعشرة معاي والربح الرابع تلتمية وستين ناقص تلاتين تلتمية وستين ناقص تلاتين تطلع بتلتمية وثلاتين دي الربح الرابع ايه معاي او عايز الحل ما بين صفر و تلتمية وستين طب ما دي موجودة ودي موجودة يبقى مجموعة الحلب مئتين وعشرة وثلتمية وثلاثين ادي السؤال يا جماعة ادي السؤال بتاعت ترمي الاول يبقى الاشارة تحدد الربح اهمال الاشارة اهمال الاشارة نوجة زاوية الربح الاول واني عمل التعويض اللي انا قلتلكو عليه ادي يا جماعة الخطوات بتاعت الحلب يا رب ما ننساها طيب حد يقول لي دولات انا مش مقتنى ما يمكن غلط اقول له طب خد المئتين وعشرة اخطها هنا جاية مئتين وعشرة شوف الناتج كده اه سالب نص طب اعمل لي جاتها جاية تلتمية وثلاثين اه فعلا سالب نص طب يا استاذ انا لو غلطت وعملت شفت صين سالب نص انا برد على اسئلة اللي في دماغ كل واحد يا جماعة دلوقتي ايه يعني اللي هيحصل بص الايجابة وتطلعي سالب تلاتين عادي اضيف عليها تلتمية وثلاثين ده اللي بتقول غلط يعني وبتكمل اضيف عليها تلتمية وستين واطلع ازاي وتطلع بتلتمية وثلاثين اقول لها تمام يعني انت هتطلعي تلتمية وثلاثين طب قول مئتين وعشرة هتجيبها من ايه يبقى يا جماعة غلط غلط كل اللي بيجي في دماغ غلط ايه اللي الطريقة دي الاشارة تحدد الربح اتمال الاشارة اتمال الاشارة كأن الاشارة مش موجودة نوجة زوية الربح الاول وبعدين نعوط هنا لو في الربح الاول تبقى هي سيتا في الربح التاني 180 ناقص سيتا في الربح التالت 180 زائد سيتا في الربح الرابع 360 ناقص سيتا وخلصت خلص ايه يا جماعة ممكن نفتح الماكو تسألوني السؤال بقى اللي دلوقتي هو معقول هيعيدلي المنهج تاني لا ومال ايه الفكرة ان فكرة النهاردة هيقول لي بدل مجموعة الحل هيقول لي الحل العام بس كل ده هعمل وممكن يقول مجموعة الحل على فكرة طب بعد الانحل العام هعمل ايه اخد الزاوية اللي نجي بتاقي ده حولها لدائري اضربها باي وقسم على 180 تطلع ب7 باي على 6 وحول دي لدائري 330 في باي على 180 تطلع ب11 باي على 6 واقول له كده الحل العام هو 7 باي على 6 زائد 2 بينون فاكرين طبعا 11 باي على 6 زائد 2 بينون هو ايه الفرق بين مجموعة الحل والحل العام مجموعة الحل عايزة الزاوية اللي موجودة في الاربع ارباع اللي هو الربع الاول والتاني والتالت والرابع اللي بيحقق طبعا اما الحل العام عايزة كل الزاوية اللي ربنا خلقها الجاب تعيدتها بتساوي سليب دوس هو دي معنى الحل العام يا جماع في الجا والجتة والقا والقطة بنضيف اتنين بينون اما في الزا والزاتة طبعا كلنا عارفين بالترمي الاول بنضيف بينون بس في الزا والزاتة لما تبقى زا كده يا جماعة هو دي الفرق ما بين الترمي الاول والترمي التاني ان انا بطلب منك في بعض المسائل هنا الحل العام حد عايزة يسألني سؤال هنا يا جماعة نبدأ نحل نستغروا واخنا ليه جيبنا استيطة ورقين لان زاوية هنا ميتين وعشرة يا عمر وزاوية تانية تلتمية وثلاثين ي夷 انت بتجيب للميتين وعشرة مرة وتلتمية وثلاثين مرة تمام يعني مايجيبش ل sacrifice تلتمية وثلاثين مرة بس او ميتين وعشرا بس ماالمش تاني يا عمر يعني مايجيبش يعني زاوية واحدة بس مكتفيش بزاوية واحدة لا معهو 210 و 330 بيحققوا اللي هو قاله هو قال من صفر الاثنين باي لما قال مجموعة الحال أما لو بيقول حل العام يبهو عايز كل الزواج فاهم حبي تمام سهلا كده عمر تمام الحمد لله نكمل با يا جماعة حل نبدأ كده الاسئلة جا سيتا بتساوله صحيح اللي انا كم سؤال برضو لحد ما تتأكدوا ان انتوا فهمتوا جا سيتا بتساول نص بصوا كده الحل العام الجام وجابة فيه انتوا قوليلي في الاول والتاني يلا اهي يبقى شفت صايا نص يساوي تطلع الزواج بتلاتين دي بتاع الربع الاول انت عايز الربع التاني يبقى الاول معايا المراضي لانه معايا مية وتمانين ناقص تلاتين تطلع بمية وخمسين دي بتاع الربع التاني ومعايا طبعا هو عايز بحل العام ايه يبقى لازم انت حول لدائري يبقى تلاتين في باي على مية وتمانين تطلع بباي على ست طب سيتا دائري التاني مية وخمسين في باي على مية وتمانين يلا ركزوا معايا على مية وتمانين تطلع بخمسة باي على ست يبقى معنا كده اقول له الحل العام يا رانا هو هنا باية على 6 زائد ايه ده دي جاء اه اتنين بينهم وخمسة باية على 6 زائد اتنين بينهم ادي يا جماعة الزو الموضوع سهل والله ما فيه اي حاجة مين فهم وممكن يحل معايا السؤال اللي جاء طب احلو انا برضو يلا نكمل جاتا سيتا بتساوي جزر اتنين على اتنين يبقى جاتا سيتا بيساوي جزر اتنين على اتنين الجاتا موجبة فيه في الاول والرابع موجبة لان هنا موجبة شفت قزاين جزر اتنين على اتنين تطلع 45 دي بتاع الربع الاول معاي كده كده بجيبهم الربع الرابع 350 360 آسف ناقص 45 315 دي الرابع الرابع معاي طبعا عايز الحل العام يبقى لازم ان نحاول لي دائري يبقى 45 في باي على 180 تطلع بباي على الاربع التاني 315 في باي على 180 تطلع ب7 باي على الاربع يبقى الحل العام هو باي على الاربع زائد اتنين باي نون و7 باي على الاربع زائد اتنين باي نون ايه يا جماعة صعبة طب احل اللي بعدها زاسيت بيساوي جزر ثلاث قول لي كده الزاب مجابة فيه هقول ليك مجابة كل جبار ظالم جات يبقى مجابة في الاول والتالت شفتي تان جزر ثلاثة طب هنا سالب مليش نخلي بالسالب واعمل شفتي تان جزر ثلاثة برضو هتطلع بستين دي بتاع الربع الاوكل معاي ايه طب الربع التالت 180 زائد 60 تطلع ب240 معاي معاي عايز الحل العام تقول لي لي بقى لازم تحول لدائري يبقى ستين في باي وقسم على مية وتمانين تطلع بباي على ثلاثة طب سيد دا 240 في باي على ثلاثة على مية وتمانين قسم تطلع بستة اربع باي على ثلاثة يبقى الحل العام ألاقي بقى حد مش مركز باي على ثلاثة زائد اتنين باي نون أقول له لأ دي زا زا بتاخد نصف الدورة من الترمي الأول عارفين يبقى باي نون بس والتانية اربع باي على ثلاثة زائد باي نون مصدر هو أنا يعني هو خطوات المسألة تمام بس الحل العام مش وهمات تمام انت دلوقتي وصلت للزاويتين 60 و 220 واربعين لو هو عايز الزاوية لو هو عايز الزاوية أو مجموعة الحل اكتب ال60 و 220 واربعين بس وخلاص تقوليني بس هو مش عايز مجموعة الحل عايز الحل العام يبقى أول خطوة أحول الزاوية من القياس ال60 للدائري وهنا الزاوية من القياس ال60 للدائري بنضرف طباي ونقسم على 180 أكيد فاكرة هادية يا فاطمة من السنة اللي فاتت التحويل من 60 للدائري صح؟ فاطمة لسألاني صح يا فاطمة؟ ولا رانا لسألتني؟ لا أنا تمام يا رانا رانا فاكرة يا فاطمة يا رانا من التحويل من القياس ال60 للدائري أول درس خالص أو تاني درس كان في الترمي الأول تمام منضرف في باي ونقسم على 180 تلقى الزاوية وهنا الزاوية دي اسمه القياس الدائري للزاوية طب الحل العام دي بقى قصده إيه يا رانا؟ يعني عايز كل الزاوية اللي يبقى الزاوية بتاعته بيسوي جزر ثلاثة فاحنا بنيجي نكتب الزاوية بقياس الدائري ونضيف علها اتنين بينون في كل الحالات إلا في حالة الزاو الزاو نضيف علها بينون بس فيهم تكنا؟ أيو تمام لو في أي حاجة يا رانا أقولي اللي انت عايزها كله وأي حد يا جماعة عايز حاجة أنا معاك يلا نبدأ نمشي بقى بالدور تفضلي يا يوسك اتنين جاتا سي تناقص جزر ثلاثة بساو صفر يلا حنود السالب جزر ثلاثة يوسر النحاة التانية؟ هتبقى تنين جاتا سيتا بتسوي جزر ثلاثة نقص مع الاتنين هتبقى جاتا سيتا بتسوي جزر ثلاثة على الاتنين الجاتا مجابة في أي رابع؟ الأول والرابع الأول والرابع يلا شفت قزين جزر ثلاثة على اتنين ثانية لا أقولي لي أنت هتأمل إيش التوكوزين؟ لا أنا هحسن متقلقش واحد يلا أقولي لي الرابع الرابع أقولي لي الرابع هتأمل إيو؟ أنا هحسب متقلقش من الكصف هي المفروض بتلاتين الرابع في التلتمية وستين زائد سيتا تقريبا ناقص سيتا زائد سيتا يوسري بقى أنت خاركت بره للربع خالص ناقص سيتا صح؟ أيها ناقص سيتا تمام يبقى التلتمية وستين ناقص تلاتين تطلع بتلتمية وثلاتين يبقى الربع الرابع معايا طبعا الأول والرابع هو عايز الحل العام أسيبها كده كده يا الستين ولا لازم أنا حاولي دائري أنا بسألك لا الله يبارك في كتاب على مية وتمانية تمام تطلع ببايا على ستة أولي التانية بقى تبقى تلتمية وتلاتين في بايا على مية وتمانية يلا حسيبها بقى بالماء كده على مكتب يبقى 114 على ستة يبقى الحل العام هو يلا يوسري بايا على ستة أيوة دي جتا زائد ممتاز 114 على ستة زائد كين بايا تمام وكده يا جماعة يبقى احنا كده جبنا الحل العام ما فهاش أي حاجة والله هو نفس طريقة الترمي الأول معايا بس اختلاف بسيط ان انت بتجيب الحل العام طبعا يا جماعة فيه مسال هتنزود عليها على الدرس مش كل الدرس هو الفكرة دي يلا يا عمر مستر واتنين بايا نضيف كل المسائل تمام معايا في حالة واحدة بس يا فطيب يبقى زائد باينو لان الزاب تاخد نصف الدور ممتاخدش التلتمية والستين كاملة تاني يا فطيب يلا يا عمر تمام اتنين جا سيتا زي جزر اتنين بيتوصف تمام حبيب اول حاجة اوضي جزر اتنين تانية باكس الاشعارة وبعدها هقسم على الاتنين هتبقى جا سيتا بيساوي سالب جزر اتنين على الاتنين تمام اجاب اجاب في الربع الاول والربع التانية لأ سالبه سالبه ماشي اه معلنش التغبط هتبقى في الربع الثالث والرابع الله يبارك فيك هو فيش حد انا مش طالب منكم تحفظوا سالبه فين يا جماعة زي ما عمر عمل كده الموجبه في الاول والتالي يبقى سالبه في الثالث والرابع بس كده يبقى الثالث ودى الرابع يلا شيف تصين اعمل يبقى شيف تصين ايه يا عمر أكتب سالب جزر اثنين على اثنين الله يبارك لك لا جزر اثنين ما نكتبش ايوه الله يبارك لك الاشارة جاية تحدد الربع بس يا جماعة والله ما بتعمل اي حاجة تان الاشارة تحديد الربع الاشارة تحدد الربع اهمل الاشارة وانها مش موجودة ونوجد زاوية الربع الاول فطبعا اي احد معايا دولت يقولي هو الربع الاول معايا لا مش معاك بس انت جايبه عشان تعوض به يلا التالت بقى كانت بتساوي 180 زائد زائد 45 دي بتاع الربع التالت معايا طبع والربع الرابع تمام الربع الرابع تلتمائة وستين ناقص لها 45 هتبقى 315 كده مجموعة الحل جات بس هو طالب الحل العام يبقى لازم أن أكمل أحاولها لدائر 225 في باي وقسم على 180 هتطلع بخمسة باي على الاربع بالقالة بقى طبعا أنتوا يا جمع سيتادال بيساوي 315 في باي على 180 هتطلع بسبعة باي على الاربع يبقى الحل العام بقى يا عمر ما عليش اكتبو لي تمام الحل العام هو هتبقى بخمسة باي على اربعة زائد اتنين باي نون وخمسة 7 باي على الاربع زائد اتنين باي نون الله يبرك فيك تمام منتاز نيجي للبعض كده نيجي للسؤال كده يا جماعة هحل بالنص لا الاول شوف لي ايه الموضوع ده ايه باي على اتنين ناقص سيتا ده باي على اتنين دي ليه تسعين ناقص سيتا بيساوي نص ايه دي زوية منتسبة باع التسعين بيتعمل في الجاتة بتقول لي والله بتغيرها جاه كنا عارفين ان في الترمي الاول يا جماعة زويتين بيغيروا زويتين لا اللي بيغيروش 108 و360 اما اللي بيغيرو 90 و270 يعني ايه بيغيروا بيخلوا الجاتة جاه والجا جاتة والزا زا والزا زا والقا قطا والقطاقو